اشتركوا في القناة مقال لعلي فياب ضمن ملف سياسات تركيا في سوريا تمر سياسة التركية في سوريا بتحديات ومنعطفات جوهرية تشي بامكانية تحول تركيا نسبيا عن مواقفها التي تبنتها تجاه الثورة السورية وطبيعة العلاقة مع نظام الاسد في ظل استدارة تركيا عبر خط جدالي نحو الحديث عن الحوار الهادئ غير المشروط مع النظام وسط توافد تسريبات والتصريحات العلنية بشأن إمكانية التطبيع والمصالحة مع النظام بعد أكثر من عقد على مقاطعة تركيا للنظام واتخاذها موقفا صارما ضده ووقوفها إلى جانب السوريين وثورتهم ويبدو أن قضية الحوار التركي مع النظام أصبحت مع مرور الزمن توجها تركيا عاما تشترك فيه معظم القوى والأحزاب السياسية التركية ولو بدرجات متفاوتة وهو ما يمكن تلقفه من ألسنة الساسة الأدراك بمختلف توجهاتهم السياسية الذين تحدثوا عن ضرورة الحوار مع النظام والمصالحة بين النظام والمعارضة لإيجاد حل ينهي الأزمة السورية التي بدأها وزير الخارجية التركي مولود شويش أغلو عبر كافه عن محادثة قصيرة أجرها مع وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد داعيا إلى مصالحة بين النظام والمعارضة بطريقة ما ليتبعها الرئيس التركي بتأكيده أنه يتعين الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا وأنه لا يمكن التخلي عن الحوار بين الدول ويمكن أن يتم في أي وقت ويجب أن يتم وعزز هذه التصريحات زعيم حزب الحركة القومية دولة بهتشلي الذي اعتبر أن خطوات بلاده في سوريا قيمة ودقيقة وتصريحات البناءة والواقعية لوزير الخارجية التركية تمثل متنفسا قويا للبحث عن حل دائم وتكثر التحليلات والتأكيدات عن انسجام هذه الإنعطافة التركية تجاه النظام مع مسار التطبيع والتهدئة الذي أطلقته أنقرة في إطار ترميم علاقاتها مع دول عديدة كالإمارات والسعودية ومصر وإسرائيل وهو ما يصفه البعض بعودة تركيا إلى سياسة تصفير المشاكل Zero Problem Policy التي خطاها البروفيسور أحمد داود أغلو في كتابه العمق الإستراتيجي ليفتح الباب مجددا أمام جملة من التساؤلات المفتوحة والصعبة التي تنتظر الإجابة عنها والمتعلقة إلى حد ما بمستقبل السياسة التركية في سوريا في ضوء التحولات والتقلبات التي تشهدها السياسة الداخلية والخارجية التركية بالتزامن مع تغيرات استراتيجية تخيم على المشهد الإقليمي والدولي والانعكاسات المحتملة على الملف السوري نون بوست وضمن ملف سياسات تركيا في سوريا يسلط الضوء على تقلبات السياسة التركية إزاء الملف السوري بدءا بدعوة النظام إلى الإصلاح الجذري مرورا بدعم قوى الثورة والمعارضة دعما مفتوحا والدعوة لإسقاط النظام من ثم انخراطها العسكري المباشر في سوريا وتفاعلها مع مجريات الحل السياسي المشروط برحيل الأسد وانتهاءا بدعوات الحوار وذلك في إطار البحث وسبر الموقف التركي والتعمق في فهم السياقات التي تصوغه وتشكل تفاصيله بحيث تشكل منطلقا لاستشراف مستقبل سياسة تركيا ودورها في سوريا وما قد يترتب على ذلك من تأثير مباشر على مسار الملف السوري عموما الذي بات يرتبط مصيره ومستقبله إلى حد ما ارتباطا عضويا بطبيعة الموقف التركي نظرا للدور التركي الفاعل والمهم والمؤثر في سوريا تمهيد أحدثت ثورات الربيع العربي هزة استراتيجية عميقة تجاوز تأثيرها المنطقة العربية وأخلت بتوازنات كانت قائمة لعقود وهددت سياسات مختلف الفواعل الدولية وفرضت تحديات على الطموحات الإقليمية لقوى دولية وشكلت فرصة لقوى أخرى لإعادة تموضوعها وترتيب تفضيلاتها السياسية والاستراتيجية تجاه المنطقة وقد شكلت هذه الثورات بدورها اختبارا صعبا وتحديا مركبا للسياسة التركية الخارجية نظرا لحجم الاستثمار التركي السياسي والاقتصادي والثقافي في المنطقة ووضعتها على الطرفين قيض مين الحفاظ على علاقاتها وتحالفاتها مع الأنظمة الحاكمة أو الانحياز إلى ثورة الشعوب العربية فضلا عن تشكل رؤية لدى صانع القرار التركي بضرورة استغلال الفرصة الاستراتيجية التي جلبتها المتغيرات المصاحبة لثورات الربيع العربي في تعزيز موقع تركيا ودورها في المنطقة وأخذ دور ريادي قيادي مهم في النظام الإقليمي الآخذ بالتشكل حينها وما يمكن أن يخويلها ذلك من تحقيق تجانس وتشابك أكبر مع محيطها وهو ما يفسر ربما التغير الملموس في السياسة الخارجية التركية لتكون أكثر مبادرة ونشاطا وانخراطا في القضايا المختلفة إذ كانت المواقف التركية في الإطار العام أقرب إلى الشعوب الثائرة وأبعد ومتضادة مع الأنظمة لكل قضية حساباتها الخاصة وتعقيداتها المختلفة وتحولت تركيا إلى طرف فاعل ومركزي مؤثر في المشهد الإقليمي على عكس سياستها الخارجية المنكفئة على نفسها منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1923 لا سيما في ظل استدعاء شرائح عربية واسعة للدور التركي كنموذج ملهم لدول الربيع العربي والاستفادة من التجربة والخبرة التركية في صوغ نظام سياسي ديمقراطي وحظيت الثورة السورية باهتمام تركي بالغ فاق مثيلاتها من ثورات الربيع العربي من حيث تشارك تركيا وسوريا في حدود برية هي الأطول لتركيا بما يقارب 900 كم مربع وما يمثله ذلك من تهددات وتحديات مشتركة ومصالح اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية بين الطرفين إضافة إلى كون سوريا بوابت تركيا للعالم العربي على مختلف الأصعدة الجغرافية والتجارية والاقتصادية وسياسية فضلا عن تشابه الخريطة المذهبية والعرقية على الطرفي الحدود السورية التركية وتشارك البلدين الحساسية تجاه الملف الكردي ولو بدرجات مختلفة لتتحول المسألة السورية إلى شأن داخلي تركي مع تطور الأحداث وتشابكها وتعقدها في سوريا وهو ما زاد الحالة السورية أهمية مضاعفة بالنسبة لتركيا ودورها الإقليمي في المنطقة تركيا ودعوات الإصلاح السياسي في سوريا مع اندلاع شرارة الثورة السورية عام 2011 التي اقتصرت أهدافها بداية على الدعوات لإصلاح النظام وتحقيق تغيير ملموس على بنيته وهيكليته حارصت القيادة التركية على دعوة النظام للانفتاح وإحداث الإصلاحات اللازمة والنزول لمطالب الشارع السوري وإقناعه بضرورة التجاوب مع المطالب الشعبية وتبني خطاب متوازن بين قوى الثورة والنظام فقد سارعت وزارة الخارجية التركية في التعليق على الأحداث ببيان رسمي في الخامس والعشرين من جهر مارس آذار 2011 مشددة فيه على العلاقات الراسخة التي تربط تركيا بسوريا معربة عن الأسى لحوادث الوفاة والجروح التي حصلت مؤيدة قرارات الأسد بشأن ضرورة التوصل إلى المتورطين في الأحداث وتقديمهم إلى العدالة وإطلاق سراح المعتقلين وأعربت عن امتنانها للخطوات الإصلاحية التي أعلنها المسؤولون السوريون بشأن الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة واتخاذ خطوات إصلاحية في الحقول الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويمكن القول إن تركيا حاولت تحقيق توازن بين اعتبارات ومحددات حساسة متعددة في آن واحد عند اتخاذ موقفها تجاه الوضع في سوريا وحرصت على الجمع بين مصالحها الاستراتيجية والإيفاء بالوعود والمبادئ والشعارات التي رفعتها المتمثلة بدعم خط التغيير كما أن ضغطها الفعلي على نظام الأسد ودعوتها المتكررة له لإحداث إصلاحات سياسية في سوريا الذي ظهر مع اعتصالات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حينها على الأسد وزيارات أحمد داود أغلو المتكررة لسوريا التي حملت بعض الرسائل للأسد في محاولة لإقناعه بضرورة المسارعة في عملية الإصلاح لاحتواء الأزمة الداخلية وابداء استعداد تركيا لتأمين الدعم اللازم لعملية الإصلاح وزيارة وفد يرأسه رئيس جهاز الاستخبارات التركية حقان فيدان إلى سوريا يظهر مدى الاهتمام الخاص المبكر الذي أبدته تركيا بما يجري في سوريا وهو ما ينسجم بطبيعة الحال مع مسار دعم تركيا لحركات التغيير في العالم العربي واحترام إرادة الشعوب ورغبتهم في الديمقراطية والحرية الذي اعتبره داود أوغلو مسارا طبيعيا للأمور وفي ذات السياق يكشف هذا الموقف التركي المتوازن نسبيا حجم التخوفات التركية من تداعيات الوضع في سوريا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا سلبا على تركيا في حال خرجت الأوضاع عن السيطرة وتطورت إلى مواجهات عسكرية شبيهة بالحالة الليبية وما قد يؤديه ذلك من نتائج سلبية على الداخل التركي وعلى سياستها ودورها الإقليمي التكاملي مع المحيط العربي وعلى الاستثمارات السياسية والاقتصادية التركية في سوريا التي نسجتها تركيا بعد عقد من جهود متواصلة دؤوب في بناء علاقة جيدة مع سوريا التي شملت عشرات الاتفاقيات الاقتصادية من بينها الاتفاق على إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع تركيا وسوريا والأردن ولبنان عام 2010 فشل دعوات الإصلاح ومرحلة الضغط المحدود على النظام بدأ أن الدعوات التركية الدؤوب والحثيثة لنظام الأسد لإجراء إصلاحات سياسية ملموسة يحتوي فيها الغضب الشعبي المتصاعد ضده بدأت تفقد زخمها وأهميتها في ظل تجاهل النظام والتعنته تجاه عملية الإصلاح لتنحو اللهجة التركية تجاه الأسد نحو شيء من الشدة والتململ مع الاحتفاظ بمضمون الدعوة للإصلاح وتأكيد على أنها الحل الوحيد للأزمة السورية داعية النظام لعدم إهدار فرصة التغيير السلمية وضرورة وقف أعمال العنف ضد المتظاهرين والمسارعة بتطبيق إصلاحات جذرية قبل تحول الملف السوري إلى ملف دولي يناقش في مجلس الأمن وهو ما سيعقد المشهد السوري ويصعب التوصل لحلول جذرية عملية حيث أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا آخر في الرابع والعشرين من أبريل ليسان 2011 بعد سقوط مئات الضحايا والجرح في صفوف المدنيين دعت فيه النظام للامتناع عن الاستخدام غير المناسب والمفرط للقوة وتوظيف الأساليب المناسبة للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية ومتبعة جهد الإصلاح بعزم وتنفيذها دون إبطاء وظهر هذا التململ بوضوح مع انتقال الخطاب التركي لانتقاد الممارسات الأمنية للنظام ضد المتظاهرين السلميين فقد كذب أردوغان لأول مرة في مقابلة تلفزيونية رواية النظام لما يجري في سوريا قائلا لا يوجد مندسون ولا عصابات مسلحة كما تقول دمشق معلوماتنا بهذا الخصوص مختلفة تماما عدد القتلى تجاوز الألف ولا نريد أن نعيش مجازر حما وحلبج وحمص مرة أخرى من الخطأ أن يقتل النظام شعبه كما استضاف تركيا حينها عددا من المؤتمرات للمعارضة السورية كان أحدها بعنوان إسطنبول من أجل سوريا وآخر في مدينة أنطاليا تحت مسمى المؤتمر السلمي للتغيير حضره بايو قارب 300 معارض سوري من الداخل والخارج ومن مختلف الانتماءات والتوجهات السياسية ويبدو أن التبدل التدريجي في الموقف التركي من الأزمة السورية يعود في مجمله إلى عدة عوامل بدأت تفرض نفسها على الدبلوماسية التركية فقد بدأ أن المشهد السوري الداخلية بدأ يأخذ مسارا أقرب إلى العنف والتصعيد في ظل تعنت مطلق للنظام وعدم تجاوبه مع دعوات الإصلاح ومماطلته وخداعه الأمر الذي أفقد تركيا ثقة في جدية العود التي طرحها النظام للإصلاح والتعامل بجدية ومرونة مع المتطلبات الشعبية وسلوكه بدلا من ذلك مسار البطش والقمع وسحق الاحتجاجات ومن جهة أخرى كان لتبدل المناخ الدولي والإقليمي تجاه الأحداث في سوريا دورا مهما كما يبدو في التأثير على موقف تركيا حيث بدأت الولايات المتحدة والقوى الغربية تفرض بالتدريج عقوبات اقتصادية وديبلوماسية على النظام منذ الأشهر الأولى للثورة السورية لتبدأ دعوات تنحي الأسد ومطالبته بوقف إراقة الدماء ترتسم في تصريحات ومواقف مختلف القوى العربية والدولية وهو ما دفع تركيا إلى تغيير موقفها والتناغم مع التحركات المجتمع الدولي والابتعاد نسبيا عن دعوات الإصلاح التي تجاهلها النظام ورفضها والتوجه نحو قطع العلاقات مع نظام الأسد والانخراط أكثر في عملية دعم المعارضة السورية السياسية والعسكرية لإسقاط الأسد وتحقيق التغيير المنشود وهو ما سنناقشه بشيء من التفصيل في تقريرنا القادم ترجمة نانسي قنقر